حتى الآن بعد غارة المريجي لم نسمع أي غارة في ضحية بيروت الجنوبية هي هذه كانت الغارة الوحيدة ضمن نطاق بيروت طبعا هناك غارات على الكرة الجنوبية ولكن في الضاحية تحديدا حيث نقف الغارة الأخيرة فقط الأولى صباح هذا اليوم بعد سلسلة من الغارات التي لفت المنطقة ليلة أمس ووصلت إلى 12 غارة إذن لم يكن هناك أي غارة جديدة على ضحية بيروت الجنوبية طبعا ليلة الضاحية يوم أمس هي ليلة باتت من الليالي الروتينية التي دائما باتت تستهدف فيها مناطق في الضاحية بيروت الجنوبية بسلسلة من الغارات كما ذكرنا 12 غارة كانت قد استهدفت الضاحية أيضا إلى أن الملفت كان استهداف مخيم البداوي يوم أمس شمالا وهذه المنطقة الأولى التي تستهدف فيها الشمال طرابلس وأيضا مخيم البداوي حيث قتل قياده في حماس نعته حماس أيضا قبل قليل إضافة إلى زوجته وطفلتين من أطفاله بالنسبة لموضوع المستشفيات كنا قد أعلننا صباحا عن إغلاق أربعة مستشفيات في كرة حدودية إن كان في مستشفى بنت جبيل، مستشفى صلاح غندور الخاص، مرجع يون وميس الجبل المستشفى الوحيد الذي يعمل الآن في مناطق قريبة من الحدود جنوبا هو مستشفى تبنين الذي أيضا يواجه ضغط جراء إقفال المستشفيات الأخرى إضافة إلى إغلاق مستشفى في السانتراز في ضحية بيروت الجنوبية لأنه يقع أيضا في محيط، يعني هناك غارة استهدفت محيطه إضافة إلى مستشفى أيضا أغلق في بعلبك بشكل تام بذلك يصبح عدد المستشفيات التي أغلقت جراء الغارات أو جراء الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة وصل إلى ست مستشفيات في لبنان عادة ما تقوم به وزارة الصحة هو أنه عندما تغلق مستشفى التواقم الطبية في هذا المستشفى يتم توزيعهم على مستشفيات لا تزال مفتوحة وبهذا الشكل يخف الضغط أقله بالنسبة للعنصر العامل على المستشفيات الأخرى مع ازدياد طبعا الضغط الذي يسببه العدد الهائل من الجرحة المشكلة الأساسية أيضا في لبنان بأنه عادة الجرحة اليوم عندما يخضعون لعمليات معظم هناك عدد كبير من الجرحة الذين سيكونوا بحاجة إلى متابعة وعمليات أخرى خاصة الجرحة الذي استهدفهم تفجيرات البيتجرز هذا بما يعني بأنه سيكون هناك ضغط أيضا على الحكومة اللبنانية لتأمين العلاج تكلفة العلاج حتى وإن كانوا يعني أعضاء ضمن عناصر حزب الله اشتركوا في القناة